اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يسى الخليفة عهل البلاد المفدح في ظهر الله ورعا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تستند إليه من تاريخ الممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين سيرا على نهج الآباء المؤسسين وما جمعهما من تاريخ من المحطات المضيئة والعلاقات الثنائية والمواقف المشتركة الثابتة التي وضعت اللبنات الأولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء جلالته مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا اليوم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان إلى مملكة البحرين حيث نقل صاحب السمو ولي العهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جلالة الملك المفدة تحيات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقد كلفه جلالته بنقل تحياته لأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات وتمانيات جلالته للدولة الشقيقة بالمزيد من التقدم والنمى أشهد جلالته أيده الله بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى عال غير مسبوق وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة ورؤية استراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار وحماية حركة الملاحة البحرية الدولية من أي تهديدات تؤثر سلبا على مسار التجارة العالمية ومواصلة البناء التنموي الكبير الذي ينظر إليه بعين الاعتبار والتقدير على المستوى الإقليمي والعالمي معربا جلالته عن الاعتزاز والتقدير للمواقف الراسخة والإسناد الأخوية الكبير الذي تحظى به مملكة البحرين من الشقيق الإمارات على كافة الأصعدة وفي مختلف مراحل تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين أكد صاحب الجلالة عهل البلاد المفدح في دول الله ورعا على الدولة المحورية الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتزامها المتواصل تجاه الأشقاء ودول الجوار لدرء الأخطاء والاخطار وموجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول وشعوبها ودعمها المتواصل للخطط التنموية في المنطقة والعالم بما يؤكد دورها الريادية العالمية الهام في نشر السلام والخير والرخاء كما أشهد جلالته بالإنجازات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والبرامج المتقدمة لها في تطوير الطاقة الذرية وعلوم الفضاء والعلوم الطبية والطاقة المستدامة وغيرها من المجالات بما يبرز المكانة الحضارية المتقدمة لدولة الإمارات بجهود أبنائها وبما يسهم في خدمة البشرية جمعاء ويعد فخرا للأمتين العربية والإسلامية والعالم وخلال اللقاء جرى استعراض التطورات الإقلامية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سمو الشيخ حمدان بن زايد الانهيان ممثل الحاكم بمنطقة الضفرة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد الانهيان ومعالي علي بالحمد الشماسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد جرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن تحنون الانهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات كما حضر من الجانب البحريني سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المفدة وسمو اللواء ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح في دولا ورعا مأدبة غداء تكريما لصاحب السموة لعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموه